بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله يا شباب معاكم أخوكم من دكتور محمد أبو عيش أنا أحد أعضاء إدارة جمعية الطلب السعودين بفانكوفر هتكلم في هذا الجزء عن الفيزا وتصريح الإقامة وهذا من المواضيع اللي صراحة بذلنا فيها وقت طويل وجهد لترجمة الفورمز وليعطاء حقه من العناية لأنه لاحظنا لأنه في كثير من الشباب عندهم لبس بين الفيزا والستادي بيرميت أو تصريح الإقامة وبعض الشباب عرفين الفرق بين الفيزا والتصريح الإقامة لكنهم عندهم مشكلة في اللغة فما بيعبوا الاستمارات واضطروا يروح ويدفعوا مبالغ كبيرة جدا في حاجة جدا سهلة فحاولنا قد ما نقدر نحن في المحاضرة دي حلخص لكم الفروق بين الفيزا والستادي بيرميت وحاولنا أنه في الموقع حقا يكون في دليل متكامل الدليل هذا دائما سيكون متفاعل مع اقتراحاتكم وحنطوره وحنعدل فيه ونضيف لينكس وملفات له فنبدأ بهذا السؤال ليش الفرق بين الفيزا وتصريح الإقامة ليش كتبت تصريح الإقامة لأنه تصريح الإقامة ما هو فقط تصريح الدراسة فيه تصاريح كثير لليقامة وحتكلم عنها طبعا الفرق هم وثيقتين مختلفتين تماما الفيزا هي الستيكر الموجود في جوازك اللي يسمح لك بدخول كندا التصريح الإقامة وتصريح الدراسة هو الورقة المطوية اللي يعطيكي الموظف موظفة جوازات في المطار المشكلة الكبيرة اللي تخلي الشباب دائما يحصل لبس إنه كتير من الشباب لما نجوا كندا ما كان عندهم ما أعطوهم الوثيقتين هذه كان عندهم فقط وثيقة وحدة واستمروا بوثيقة وحدة استمروا فقط بالفيزا اللي هي في يمين عندكم هنا في يمين الشاشة وليش ما أعطوهم الورقة المطوية اللي هي تصريح الإقامة ببساطة لأنه كان القبول اللي جابوه من السعودية كان أقل من ستة أشهر بعضهم حتى قدموا في السعودية على إنهم يبغوا تصريح دراسة لكن للأسف ما كان عندهم قبول سنة أو أكثر من ستة شهور فحتى لما ندفع هو رسوم تصريح الدراسة أعطي فقط فيزا دخول كندا ولذلك بعدما خرج من المطار أكتشف أنه ما عنده الورقة المطوية هذه فقط عنده الستيكر اللي من الرياض حطوه في الجواز وبعدين أكتشفت الحقيقة المرة أنه يحتاج لسه استخرج تصريح دراسة طيب هذه المشكلة الكبيرة أنه تصريح الدراسة مختلف عن الفيزا واستخراجه من كندا هنا شوية صعب ونحن نتكلم في آخر المحاضرة هذه عن كيف أنت ممكن تستخدم تصريح دراسة وانت في كندا طيب أنا تكلمت أنه أنا سميتها تصريح الإقامة لأنها هي عدة تصريح في تصريح الدراسة يسمى study permit تصريح الزيارة أو الإقامة المؤقتة يسموه visitor permit ولا visitor record وفي تصريح العمل زي الأطباء مثلا اللي بيشتغلوا هنا هدول تصريح العمل يسمو work permit كل هذه يطلق عليها بصفة عامة temporary resident permit تصريح الإقامة المؤقتة وأنا لاحظت أنه في لبس عند الشباب بعض الأحيان لما يعبوا فورم في بنك أو شي يسألوا هل أنت مقيم في كندا إقامة مؤقتة يكتب لا وهو الحقيقة أنه أنت عندك إقامة مؤقتة يسموها temporary resident أنت مقيم مؤقت في كندا فالإجابة دائما تكون بصحة لهذه الخانة إذا كان عندك طبعا تصريح دراسة أو إقامة أو عمل تصريح الدراسة الفرق بينه بين الفيزا أنه لازم دائما يكون ساري المفعول من الأشياء اللي كنت أقول للشباب يعني دائما حتى حطوها في الجوال حطوها جنب السرير وانتنامين حطوها فوق التلاجة لازم كل يوم تتأكد أنك ما تنسى متى حيخلص تصريح إقامتك في كندا كثير من الشباب نسيوا النقطة وكثير مننا حتى إحنا لنا سنوات في كندا وقعنا في ناس المشكلة مع الانشغال ومع العمل فجأة انتهى وقت تصريح الإقامة وإذا انتهى وقت تصريح الإقامة تضطر أنك تقدم على تصريح إقامة جديد وتدخل في نفس الرولز والريجوليشنز اللي هي معقدة في استخراج تصريح دراسة أو إقامة أو عمل جديد إلا لو أنك اكتشفت أنه انتهى في خلال 90 يوم لا زال عندك في خلال 90 يوم الفرصة أنك تقدم من كندا على استخراج تصريح دراسة أو عمل أو إقامة جديد بدون ما تضطر أنك تخرج برا كندا فإذا دائما انتبهوا للنقطة هذه أن تصريح الدراسة لازم يكون دائما ساري المفعول وهذا فرق بينه بين الفيزا الفيزا فقط تحتاج ها تكون سارة المفعول إذا كنت ناوي تخرج من كندا وترجع لكندا مرة ثانية لازم يكون الفيزا اللي عندك سارة المفعول ومتعددة الدخول أو دخول لمرة واحدة بس تكون من فترة الانتهاق قبل شهرين أنت تتذكر وتبدأ تعبل المستندات وترسل طبعا من وسط كندا لأن هذه من المميزات أنك يمكن تجديده من داخل كندا إذا أنت تدارك نفسك وانتبحت له قبل ما ينتهي تقدر تجدده من داخل كندا أغلبنا بيرسلها لفيقرفيل في ألبيرتا مدينة صغيرة في ألبيرتا وتأخذ كانت زمان تأخذ ستة إلى ثمانية سابيع طبعا هذه الأمور كلها تتغير في هذه المحاضرة في كثيرا قد أنه بعد سنة ستكونها تغيرت فإن شاء الله عشامنا في الشباب الموجودين معاني أنه دائما يتابعوا ويبدأوا يساووا أبديت لهذه المحاضرة بالكومينس وأنه في المستقبل ينتهي الناس يرجعوا يعيدوها إذا تغيرت الأمور وتغيرت الريجوليشنز والرولز حاليا بدأت تطول للفترة وصلت إلى ثلاثة شهور بعض الأحيان إلى ما يتم تجديد تصريح الدراسة أو تصريح العمل أو الإقامة طيب في الصفحة هذه في موقعنا حاولنا أننا يعني نحط لكم كل ما يتعلق بتجديد الفيزا وتصريح الإقامة الصفحة دي يعني بذلنا فيها مجهود كبير ساعات طويلة من العمل لترجمة الفورمز وليوضعها ولي محاولة أن نجمع جميع الريسورسيز أو المصادر في صفحة واحدة لا زال إذا عندكم اقتراحات سنقدر نطور الصفحة دي ونضيف فيها اللي تحتاجوه أنا إن شاء الله متوقع أنه الصفحة دي ستكون هي الشيء الوحيد اللي سيحتاجو أي واحد منكم عشان يجدي تصريح الإقامة أو الفيزا بما أننا نتكلم عن طريقة التقديم على تصريح الدراسة خلينا نشوف في الصفحة دي اللي هو جزء التاني تتقوا مكتوب لتجديد تصريح الدراسة يرجى تعبئة النموذج المرفق النموذج المرفق هو النموذج اللي يعني تعبوه وتكتبوا فيه معلوماتكم الشخصية وكان من الشكوى عند الشباب الحديثية الوصول لكندا إنه في بعض الكلمات هم ما هم فاهمينها فإحنا بذلنا وقت طويل عشان نترجم لكم كل كلمة في النموذج هذا فالآن تدخل على الموقع تتقي مكتوب النموذج المرفق وفي الصفحة التالت تتقي مكتوب يمكنك الاستعانة بالنموذج المساعد المترجم للغة العربية إذن هو نفس النموذج بس النموذج الأول ما هو مترجم هو اللي أنت تطبع وتعبيه بنفسك النموذج المساعد هو هذا اللي أنت شايفينه أمامكم واللي أنت مجرد تحط الماوس على الستيكي نوت هذه هيطلع لك بالعربي إيش المعنى حتى في بعض الأشياء اللي هي إجابتها ما فيها يعني اختلاف بين الطلبة أنا حطيت لكم حتى إيش الإجابة اللي ممكن تكتبوها زي مثلا هنا ترجمت لكم إيش يعني أرمل ومطلق ومنفصل عشال تعرفوا بالإنجليز إيش معناه وتقدروا تكتبوها يصير فهذه كانت الخطوة الأولى الخطوة الثانية إننا إحنا رحنا ترجمنا الـ لما تجو هنا برضو تتقوا مكتوب يجب إحضار جميع المستندات المذكورة في الكشف المرفق الكشف المرفق هو هذا ترجمة نانسي قنقر